يا رب دايما بلدنا في أمن وسلام نروح مع حضراتكم لجولة مع أخبار المحافظات في مطروح تم تشكيل 12 فريق للتوعية الصحية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في محافظة أد أهلية علنت المحافظة أنه في مليون ومتين ألف مواطن ترددوا على مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأطحى المبارك عما في المينيا فتم توريد ربماية وستة ألف طن أمح منذ بدء الموسم بالصوامة وفي كفر الشيخ كمان تم إقامة 13 مشاية وحملات نظافة وتجميل بمصيف بلطيم تفاصيل أكتر في سياقات التقرير محافظة نصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة في مطروح أعلنت مديرية الصحة استمرار تقديم خدمات التوعية والتفقيف الصحي للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة من خلال 12 فريق للتوعية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وبتستهدف رسائل التوعية تثقيف وتبسيط المعلومات الصحية للمواطنين في جامعة أسيوت أكد مستشفى الإصابات بالجامعة أنه تم توقيع الكشف الطبي واستقبال ما يقرب من 4600 مريض في العيادات الخارجية وتم إجراء 218 عملية جراحية خلال شهر مايو الماضي حيث سجل المستشفى 785 حالة دخول بالأقسام الداخلية مجاني وخاص وتم دخول 11 حالة بالعناية المركزة خلال الشهر نفسه في سوهاج أعلنت مديرية الصحة تقديم خدمات التوعية والتفقيف الصحي لأكتر من 18400 مواطن بجميع مراكز المحافظة من خلال 19 فريق توعية تم نشرهم بمحيط فرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة في الدأهلية أعلنت مديرية الشباب والرياضة استقبال مراكز الشباب بالمحافظة ما يقرب من مليون ومتين ألف متردد من النشأ والشباب والأعضاء خلال أجازة عيد الأطحى المبارك من خلال المبادرة لأطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت مسمى العيد أحلى بمراكز شباب مصر وده تفعيلاً للدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة في المينيا أكدت المحافظة استمرار الشوان والصوامع في استقبال محصول الأمح لموسم حصاد 2024 حيث تم توريد 406 ألف من الأقماح منذ بدء الموسم من خلال 42 موقع تخزيني تم تجهزها لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول وبلغت نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة 216 ألف فدان لهذا العام في كفر الشيخ شهد مصيف بلطيم إنشاء 13 مشاية جديدة على الشواطئ وتنظيم حملات نظافة وتجميل شملت رفع الناتج اليوم من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وإزالة الحشائش وتسوية المناطق الداخلية بالرمال وتوسعة وتطوير الجزر الوسطى وزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالتزامن مع إقبال المستفين موسيقى